تنفيذاً لتوجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تدشين مركز التحكم والسيطرة على الأمراض لفحص المقبلين على الزواج ضمن مبادرة 100 مليون صحة وتهدف المبادرة الرئاسية إلى الكشف عن عدد من الأمراض الوراثية والتي تعمل على تجنب ظهور هذه الأمراض لدى الأجيال القادمة في المركز المصري للتحكم في الأمراض تم الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمبادرة الرئاسية للفحص الطبي للمقبلين على الزواج والتي انطلقت شهر فبراير الماضي ضمن مبادرات 100 مليون صحة توفر المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج الكشف عن عدد من الأمراض الوراثية والتي تعمل على تجنب ظهور هذه الأمراض لدى الأجيال القادمة المقدم على الزواج سواء الرجل أو المرأة بيروحوا إلى وحدات الرعاية الأساسية اللي هي أكتر من 303 وحدة منتشرين في كل محافظات الجمهورية وبيتم بسحب العينات هناك هو مش بييجي هنا هي العينات بيتم إرسالها بطريقة مميكنة إلى المركز التحكم في الأمراض والمعامل اللي احنا شفناها دي وبيتم ظهور النتيجة ثم إرسال النتائج بشكل مميكن مرة أخرى إلى وحدات الرعاية الأساسية وبيتم إرسال رسالة نصية للمخبل على الزواج اللي أجرى الفعل ونقوله إنه فحوصاتك ونتائج الجهز المبادرة يعني ابتدت من فترة بسيطة جداً وأنا توقع لها المزيد من النجاح والمزيد من الانتشار لأنها الحقيقة مش بتحمي بس أولاً هي بتكتشف مشاكل ممكن الزوج أو الزوجة ما كونش عارفينها إضافة إلى أنها بتحمي جيل قادم من الأطفال اللي ممكن يكونوا محتملين أن هم يبقى عندهم إصابات المهم طبعاً في الآخر ما فيش أي إكبار لعشان برضو بعض الناس بتظن أن المبادرة دي مثلاً هتتدخل في مشروع الزواج بشكل أو بآخر لكن الحقيقة هو المبادرة للكشف فقط وهم لهم حرية الإختيار أن هم يكملوا يعدلوا يتعالجوا بحيث أن احنا نضمن صحة المواطن المصري الحالي والمستقبلي بإذن الله كانت الدولة قد أعلنت إجراء الفحص الطبي لأكثر من 80 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج وهو الأمر الذي يحد من انتشار كثير من الأمراض الوراثية ويحسن من صحة المواطنين أحمد الحسيني التلفزيون المصري